يا أهلا بحضركم مرة أخرى النهاردة النادي الأهلي فاز ببطولة كأس مصر كرة السلة بعد تغلبه على الاتحادس كان دائم نتيجة 69-65 في مباراة وقيمة بين الفريين بمجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى مباراة كانت في منتهى الإثارة مباراة كبيرة جدا نتكلم في الاتحاد والأهلي والزمالك والجزيرة هي القوة الكبرى في كرة السلة في مصر دائما كان لسه كسبان الزمالك في نصف النهائي اللي اتحكم لسه كسبان كمان طلع الجيش اللي هو واحد بقى واحد من القوة اللي موجودة في كرة السلة أيضا كسبانه في نصف النهائي هذه المواجهة كانت صعبة جدا على الفريين في منتهى الصعوبة النادي الأهلي يعيش تفوق الفترة الأخيرة في كرة السلة نتكلم السنة دي والسنة اللي فاتت تفوق في كرة السلة عادة يعني عادة النادي الأهلي ما كانتش يعني بيمشي مزايا كرة القدم في النادي الأهلي في كرة السلة تحديدا مزايا كرة القدم مش بنفس التفوق وخاصة النادي الأهلي في كل طلس السلة بيجد منافسة كبيرة بيخد او بيبقى فيه منافسة كبيرة طول الوقت مع الاتحاد ومع الزمالك ومع الجزيرة ودلوقت رائع الجيش عكس الدول دايماً للمنافسة بتبقى محصورة بين الآهلي والزمالك معظم الوقت مباراة وقولكم في منتهى الإثارة والقوة النادي الأهلي تشكيلة رائعة النادي الأهلي فريق محترم ومتحاد أيضاً فريق كبير عمل مباراة كبيرة اليوم للتحاد يعني جماهيره تعشق كرة السلة جماهير للتحاد سكندري تعشق كرة السلة وسيد محمد مسرحة كمان واحد من الناس اللي يعني أسماء كبيرة يعني أسماء كبيرة اللي بتحب كرة السلة رئيس النادي لكن النادي الأهل النهاردة تفوق مثلما تفوق في مباراة الزمالك ولكن المباراة دي كانت أصعب عليه من مباراة الزمالك من المباراة النهاية قدام للتحاد كسبها بفارق أليل من عدد النقاط فمليون مبروك للنادي الأهلي فوز مستحق بطولة مستحقة ألف مليون مبروك